الطريق إلى حقوق الإنسان العراقي معبدة بالشوك قناعة محفورة في الأذهان يخفيها السجان ربما وتشهد عليها القطبان في السجون العراقية همسا تنقل المعلومة المنقوصة دوما عن واقعها ومن فيها وكيف يقضون أحكامهم وهي القضية الأشد صدمة على المجتمع العراقي والدولي بحقائق تضرب حقوق الإنسان وتحرك الأمم المتحدة كما علمت التغيير لزيارة السجون البلاد لمعرفة أسباب التعذيب التي تحدث عنها المنصد العراقي لحقوق الإنسان حقوقيون كشفوا عن أن 90% من المعتقلين خضعوا لتعذيب ممنهج هيئة النزاهة أكدت ضرورة الإصراع ببناء سجون إضافية للاكتباض الذي يعيشه السجناء في زنازينهم تقارير مفوضية حقوق الإنسان أفادت العام الماضي ببلوغ عدد السجناء نحو 76 ألف سجين منهم 49 ألف محكوم فضلا عن 3000 امرأة و2000 حدث المفوضية كشفت سابقا عن وجود نحو 15 قسم إصلاح تابع لوزارة العدل ببغداد وباقي المحافظات و13 موقفا تابعا لوزارة الدفاع و14 موقفا في بغداد كمراكز احتجاز حالة الوفاة في السجون شهدت ارتفاعا ملحوظا في العام الماضي والتي بلغت حوالي 130 سجينا وفقا لأرقام رسمية وغالبا ما تواجه إدارات السجون ومراكز الاحتجاز انتقادات حادة جراء انتشار الأمراض المعدية كالجرب وغيره وعدم وجود مستلزمات الإنقاذ والصحة والتي تعد من أبرز أسباب الوفيات إضافة لتسجيل حالات وفيات للنزلاء الذين يعانون من أمراض سوء التغذية والفشل الكلوي ومرض السكري منظمة هيومن رايتس ووتش دعت في أعوام ماضية الحكومة والبرلمان إلى إقرار التشريعات تعالج أوجه القصور الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون العراقي كارثة إنسانية ليست وليدة العام الماضي أو ما قبله إنما تعمقت بعد الاحتلال الأمريكي وزادها غموضا تكتم الذي أوعز مراقبون لوجود نزعات طائفية تغذيها جماعات خارجة على القانون ونفوذ يقف في وجه الدولة لإتمام تطبيق القوانين وتقاعص حكومي متوارث في نهج حكومات متعاقبة